اشتركوا في القناة ايه كان في مرة بسوريا حملة لتوعية المرأة ضد سرطان السدي وشاركت بهاي الحملة طبعا وعملت لقاء مع احد الصحفيين وعم بياله انه في حالة قريبة بعيلتي مني كتير صاب هذا المرض و الحمد لله الكشف المبكر عن سرطان السدي انقذ هذا الشخص فما بعرفوه شو خطر له يعني يمكن حلم او حب يعمل اسقوق هذه كنت عم تعملي مقابلة صحفية اي 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 بيتنزل بمجلة او بجريد اكزاك اه اونلاين فما بعرفوه شو خطر له فجأة انتشر هذا الخبر كالناري في العشين ماذا كتب هو كتب انه انت؟ دي مجندي شو فيت من السرطان و الحمد لله و زوجي ساعدني يخرب بيتك من حال انك و شو جوه اذا العنوان هيك شو جوه حاطت انه انا اي انه انا صار عندي هذا المرض و الحمد لله انشافيت و ما بعرف شو انت يجب ان تضحك اكتر اهلي اهلي اللي بره للسعمي والولو اكتر من اللي جوه انه انت ساير معيك شي و لم يخبرتينه والبكة والقتل انه لأ ما فيكن تلعبوا هيك لعبة يعني مع العالم يعني كتير مئزية هي الخبرية طبعا و كل سنة بطلع بحكي من نفس الموضوع و بكل لقاء برجع بيفتحوا نفس السيرة و برجع بقول لهم يا جماعة هو خطأ العالم اعتب رتوسكوب و برجعوا بيسألوني عنه من اول وجديد من الاشاعات اللي ملأخرا نشوفها بعالم السوشيال ميديا الوفيات حدس ولا حرج بيتوفى شخص بيوفوه هيك و فجأة بصير هاي بكزب و هيدا بي انت مو بس هيك انا شفت نعوي نعوي لحدمية يعني حاطينا خلاص طابعينا و مجاهزينا و موتو و دفنوه خالصين يعني طب في اقزة من هيك ما الفكرة يعني شو الفكرة من انه انت موت بني ادم بعد و عايش و احده مهم نسمى او احده معروف مرض صدر مؤخرا عن احدى القنوات العربية ارار بيوقف عرض مستلسلات تركية انت بتحضري هالمستلسلاتك انت ابدا يعني اكتر الدبلاج كان مفيد جدا للممثلين السوريين لانه كل المستلسلات تركية ترجع الدبلاجة طبعا باللهجة السورية وساهمت بنشر اللهجة السورية بيوروب يعني و بامريكا هلا الفكرة انه اذا بدك تحسبها على الصعيد العملي فهي اكيد بتضر بالاشخاص اللي هنن صارت شغلتهم بالحياة انه هنن يعملوا دبلاج انت بتعملتي دبلاج انا جربت مرة ثلاث مشاهد شدت شعرها المخلوقة مني ليه؟ لانه ما بعرف مسل انا عن حدا يعني ما بعرف كثير صعب يعني هنن هلا الزملاء يعني اللي صاروا بالفيلد صارت تكنيكلي لصة عندهم بتصير يعني ما في داعي اصلا يحسوا انا ما فيني مثلا واحدة عم تبكي وقوم قامل اوه 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 ما لقى صعب او مثلا واحدة عم تعيت وقلنا اوه لا ما كثير ما صعب ما ما قدرت فيلم اللبناني قضية رقم 23 ترشح لجائزة الاسكار والطال فيلم راحوا نطروا ما اخدوا الجايزة وهذا شيلي ما منشوفه بعالمنا العربي يعني اذا واحد مش ضامن الجايزة ما بيروح على الحفل قل لك انه انا قتلت على ما اطلع على حفل الخيطان تبع الايمي اووردز بس طبعا لانه انا باسبوري سوري فبعد البند اللي عملوه لكذا بلد يعني ما قدرت اطلع اكتير شاب بوربا لكل اللي طلعوا سواء حياخدوا ولا ما حياخدوا لانه كتير ضروري التواجد العربي بهدول المهرجانات العالمية طب ليه وقتا بيكون بمهرجان عالمي منتواجد بس وقتا بيكون بمهرجان عربي مثل الميركسدور مثل يعني انت بستعدي اليوم تروحي على الميركسدور اذا كنتي مرشحة وبينك وبين ثلاث أشخاص وما فزتي فز واحد منك صوت ما هي يعني هي ما نحكر الجائزة بالأخير انا انا شخصيا بشوف انه قصة الجوائز هي اردي تكريم وتقدير على الشي اللي انت قدمتو فهل اذا حملت الهيدة وتصورت جنبه وعملت هيك ولا اذا حدا قالك يعطيك العافية احنا حبيناك كتير بهالدور يعني اي اللي افيد مثلا مفهمت ما انا كان اسمي مثلا مرشح على الميركسدور وانشال بالفاينل صار فيه اسامي متقدمة بس هلا اذا عزموني بقول لهم لا الله سوري انا مبروح لانه معطيتوني جائزة يعني هلا اذا عزمت السنة اللي جاي على الميركسدور وانتي مش فائزة حتى لو كنت بمنافسة بتروح اصلا هذان المهرجانات هنن مكان بيهيئلك انه ترجع تتواصل مع ناس يمكن انت صلك زمان ما شفتهم مع اشخاص اللهم علاقة بالفلت طبعك بس يمكن ما بتعرفهم هذا هو الكميونيكيشن اللي انت ممكن تعمله بهاي المهرجانات ما بالضرورة انه انت والله تاخد جايزة